بعد تنامي ظاهرة الهدر والتجاوزات على الخطوط الناقلة للتيار الكهربائي والتي رافقها قلة في ساعة التجهيز لجأت وزارة الكهرباء مؤخرا إلى خسخصة توزيع الطاقة لترشيد الاستهلاك وتطبيقه في أحد أحياء العاصمة بغداد حيث تعتزم الوزارة الانتهاء من خطتها الجديدة نهاية العام المقبل بدأت وزارة الكهرباء في منطقة الزيونة ولحد الآن المشروع في هذه المرحلة المشروع ناجح وهذا بالتأكيد كان له تأثير على تقليل الهدر في الطاقة الكهربائية وأيضا تقليل التجاوزات وأيضا واردات جمع الجباية من قبل المواطنين أيضا هذه واردات تصفي لمصلحة الوزارة والدولة ومع تقدم الأشهر القليلة المقبلة تتوقع وزارة الكهرباء زيادة الطلب على التيار الكهرباء بعدما وصل إنتاجها للطاقة في بداية شهر آب حوالي 13 ألف ميجا واط في حين تقدر الحاجة الفعلية بتسعة عشر ألف ميجا واط نحتاج بالتأكيد مع إنشاء وعادة تأهيل محطات كثيرة نحتاج يعني قدمنا مقترح اليوم لتقديم قانون لترشيد الطاقة الكهربائية هناك موضوع يتعلق بالجباية وخص خصة قطاع التوزيع لتقليل الاستهلاك ما يتعلق بالاستهلاك الطاقة الكهربائية من قبل المواطنين ومناقشة التجربة التي تم تقديمها ببغداد منطقة زين ومتعلق بالجباية التي تقريبا يعني وفرت الأموال واستضافت لجنة النفط والطاقة البرلمانية وزير الكهرباء الذي قدم شرحا مفصلا عن خطة وزارته الجديدة لخص خصة القطاع الكهرباء في جميع المحافظات والتي من المتوقع أن تصل نسب إنجازها في صيف العام المقبل بحوالي 70% من بغداد محمد صباح المدى اشتركوا في القناة